قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد أن هناك هجرات مكثفة لرؤوس الأموال إلى الخارج بسبب استمرار الحرب وغياب الأمن وتعطيل الخدمات التحتية وقال إن 500 ألف منشأة اقتصادية لم يلتفت إليها أحد من الساسة والأحزاب والقوى المتصارعة سياسيا وأضاف أن هجرات رجال الأعمال اليمنيين لم تعد تقتصر على مصر وماليزيا وتركيا وأفريقيا بل وصلت حتى المناطق البعيدة مثل الأكوادور بحثا عن الاستقرار والتنمية جاء ذلك في مباحثات موسعة بين الغرفة التجارية والصناعية بعدن ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في عدن وقال باعبيد أن تكلفة شحن الحاوية من عدن إلى صنعاء أغلى من تكلفة شحنها من الصين إلى عدن هذا وتفرض ميليشيا الحوثي جمارك جديدة على كل تاجر يمر من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرتها اشتركوا في القناة